مش بعمل حاجة غير ان انا كده ايه بحمر اللي احنا عملنا مع بعض طبعا لما تتشد في التلاجة شوية يفضل طبعا لو انتو حابين تشدوها في التلاجة شوية بتبقى احسن طبعا اه بصوا انا عايزها منعكشها كده وشكلها بالشكل اللي انتو شايفينه ده طب لو انا هحطها في الفريزر اعمل ايه احطها في الدي او لا لا لو انتو هتحطها في الفريزر تقدروا ان انتو تحطوها في التدبيلة بتاعتها دي ويا دوب تطلعوا كده ايه يعني تحطوا على طول على شوية الدي ودي الدورة اللي احنا عاملين اه بصوا انا كل دول اللي انا محمراهم دلوقتي دول اللي انا محمراهم قبل الهواء فبصوا كل ده من الربع كيلو بصوا الكمية ده لان احنا مقطعين هي بتعمل كمان حجم يعني هي لما بتتقلي الكراست اللي من برا ده بيديها حجم فانا مش مقطعاها تخين حابين تقطعوها يعني بصوا اللي انا عملاها قبل هوا دي دي ادخن شوية بصوا شايفين ممكن تعملوا الكراست ده مرتين لو عملتوه مرتين لو غطستوه مرتين هيديكم برضو نفشة اكتر على حسب ما انتو تحبوه مهاني صباح الفل عاديين بنناجع ليك يا مهاني من الصف وحشتيني والزرعة وحشتيني والله يخليك شكلك حاجرت يا حبيبتي والله شكلك حاجرت يا اسكندرية رجعتم لا رجعت خلاص رجعت يوم الجمعة خلاص بقى ما انفعش كده لازم ترجع من اول الشهر بقى وعليك كده يا حساحل بقى ودربعة طوشة بس هكلمك برضو ماشا هنستناكي برضو انت وحشتيني والله وانت كمان والله انتو كان بتوحشوني اكتر والله انتو قاناة جميلة وكل اللي كي اكمال والله العظيمة القاناة زي الفل ربنا يوفقكو على طول يا رب والله يخليك يا حبيبتي شكرا لحبيبتي والله يخليك يا مهاني اسلامي لي والله يعني انا في ناس بحبها كانت غير ما اشوفها بجد ربنا يعني يعلم حبيبتي برضو افعلا في ناس كده بتحبيهم ده انا نفس اشوفك والله ان شاء الله والله اكيد لازم ان شاء الله حبيبتي على خير يا حبيبتي اللهم امين يا حبيبتي اسلامي يا حبيبتي اسلامي يا حبيبتي شكرا يا حبيبتي صباحك جميل صباحك زي الفل بصوا انا النهار انا كنت يعني اصدق ان انا اخلص كمية كلها عشان اوريكو ان هي عملت قد ايه نشيل بس الحاجات اللي احنا مش عايزينها دي حاضر هعدهم لك واحدة واحدة قسر عناية حاضر شكرينا سمس تعالوا بقى ايه بصوا دول اللي احنا هم حمرين هم دلوقتي هعدهم لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تبانية تسعة عشر لسه بقى اللي في الزيت كمان اهو عشرة عداشر اتناشر بصوا هيعملوا اعملوا خمستاشر قطعة بالضبط اللي في النار خمستاشر قطعة حلوة جدا ويعني بصوا تقدروا بقى تحكموا بحجمه يعني انا هنا عمليه رفيع شوية لو خدتوا بالكو هنا عمليه اكبر شوية على حسب ما انتو حبيه بصوا الخليط اللي احنا بنحطه فيه ولما نيجي بعد كده نحطه في دقيق بصوا النطرة دي بتديها الشكل اللي هو اللي انتو شايفينه بتاع الكرنشي ده تمام اهو بصوا بجميل كرنشي جدا وبجد حلوة قوي منتهج جميل بجد ما قرمشة بقى وجميلة مع شوية مايونيز وبالكاتشاب هاني ماسترد شوية كده حاجات كده نعمل لها ده بجنبها هتبقى حلوة قوي نعمل لهم بقى ايه مطعم كده في البيت طبعا اختاروا اللي انتو عايزينه مش ضروري ابدا ان انتو تعملوا كل الحاجة زي ما قلتلكو في يوم واحد انا بقولكو افكار عشان انا ببقى عارفة الولاد دايما يعني بياكلوا الحاجات دي وخصوصا ان احنا داخلين على مصايف وعلى وقت ان احنا سيف والكلام ده كله النادي التمارين الكلام ده فبنبقى محتاجين ان احنا ناخد صندوتشات معانا ناخد حاجات معانا كده سريعة الكلام ده كله تقدروا تعملوا كده طبعا كل الحاجات دي ينفع تعملوها في ايرفراير لو انتو مش حابين تقلوا اه ممكن تحطوها في الفرن مش بتطلع في الفرن نفس الموضوع بس لو عندوكو ايرفراير برضو بتقدروا بتديكو نتيجة كويسة لو حابين طبعا تعملوها بطريقة صحية من غير قلي تمام احنا كده خلصنا الستريبت هتطلع بس دول لحد ما دول بقى يتحمروا سلنا كده تعالى نبص بصة على الروب الله عالجميل بصة مش مركز معي انتو عشنا انا قلت بيسألوني لما انفرزوا انفرزوا فاني مرحلة انا قلنا قبل الفاصل احنا لما انفرز الستريبت ده هنفرزوا في المرحلة اللي قبل ما حطت دقيق وديق دورة تمام هحطه في الخليط بتاعه والتدبيلة بتاعته دي وبعدين هحطها في كيس في الفريزر فسخدوا بالكم التدبيلة دي ما ينفعش تحط اكتر من اسبوعين في الفريزر عشان فيها بيت فاخدوا بالكم الموضوع ده خلص هنطلعها بعد كده هنقوم سايبينها تفك اول ما تفك هطلع الفراخ في الخليط بتاعها ده اللي هو متغطي به وهاعمل كوباية كده اا اا او نص كوباية ونص كوباية حسب اللي انتو يعني العدد اللي انتو هتساووه من ديق الدورة والديق العادي كده وابدأ ان انا اغطس فيها اهو كده الستريبت زي الفل وجميل ورائع اهو تعالوا بقى عند حلت الرز بصوا حلت بقى الرز الجميلة شايفين بصوا الرز عامل ازاي بجد رحته فضيعة الطعم بقى مش قادر اقولكوا هيبقى عامل ازاي طعم بجد فضيعة قديني كده اسلامي يلا حاجة نقدمه بجد في منتهج جميل طعم مميز جدا متبهر كله بهارات شايفين مفلفل ازاي حقيقي تحفة اهو رز بقى مصري رز بسمتي اللي موجود عندوك وعايزين تعملوه براحيتكو خالص هاو بيتباع اصلا برا رز مصري فانتو يعني اعملو المتوفر عندوكو نعمل هنا ولا دينا الكبيرة احسن ولا مش خلينا احنا زي الفل تعالوا بقى ايه 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 اقولولي ثانيا فين داليا صباح الفل صباح المنو ونبقى السرعة سرعة اسلام بقى السرعة صباح النور يا حبيبتي الله يخليك تسلامي يا حبيبتي اسلامي لي الله يخليك تسلامي كنت عايزة على سرقة الرز بالشعرية الابيض الحاضر رز بالشعرية الابيض ده لغز ده رز بالشعرية الابيض ازاي رز ابيض رز بالشعرية اقولك عايزة ايه عايزة اقولك ايه عايزة رز بالشعرية عموما صح طيب ماشي ماشي حاضر اوكي يا حبيبتي حط بقى بصوا الرز بصوا الجمال بصوا فلفل ازاي طعم والريحة بقى فضيعة بساعات بتبقى الاكلات بسيطة كده بس بندخل نعملها بشوية مزاك كده بتطلع حلو اوي بجد والله يعني المطبخ عموما يعني انا ما بحسش ان المطبخ والطبخ كيميا كده ولازم نحط معدلة بقى دي على دي على دي وده ما ينفعش وده ينفع انا يعني الموضوع ده ضده تماما يعني اي حاجة تنفع واي حاجة ينفع تحط وينفع نجرب حاجات جديدة وينفع نحط طعم مع طعم المهم يبقوا لايقين مع بعض يعني ما نبقاش بنعك وخلاص يعني مش مع الناس بي ناس بتبقى وخصوصا طبعا يعني بقى ابنة في البلاد العربية وطبعا هم عندهم حاجات يعني بيبقى عندهم طقوس كده مثلا المقلوبة حاجات كده ما حدش ينفع ييجي جنب الوصفة دي ما ينفعش حد يبتكر يحط رشة فلفل سود لو مش محطوطة في الوصفة انا شوية يعني برا المدرسة دي يعني فبرضو ايه انتوا براحتكو تحطوا اللي انتوا عايزينه لو حابين تحطوا بوهرات معينة اكتر من اللي انا حطاها شايفين انتوا بتحبوا الطعم ده اكتر زي ما انتوا حابين اهو انا كده الرز بتاعي بالشكل ده كده تمام قوي كده اهو بتاع له بقى ايه هنقطع كده شوية كده عليه استاذ اشرف صباح الفل ازاي حضرتك اخبار حضرتك الحمد لله والله في خير ايه عام الوصفات اللي زي الفل دي عام ايه عايزين منيها كتير الوصفات السريعة دي احنا معاك وهو على طول السيف داخل هنعمل انا لسه بقول للاخت اللي ردت علي بقول للصيف وحش عندنا جدا انا اجل من اسوان بحاجة بسيطة الله يعينكم الله يعينكم اه فاحنا عايزين الوصفات السريعة دي عشان حتى ناكل حاضر ده احنا نبعت لكم الاكل مخصوص يعني ببقى الاكل ضعيف خالص ده احنا نبعت لكم الاكل مخصوص انا الله يخليك كتير حلوة الوصفات السريعة دي والبسيطة يعني انت عامل اول امبارع عملت الماكرونا بالتونة وعملت طاجن الفريق والنهارزة اللي استريفته ومستنين الناجت حاضر عناية حاضر تسلم اشرف تسلم لمتابعتك الله يخليك لا انا انا على فكرة انا متابع يعني متابعة اولا واخيرا القناة بتاعتكم والبرنامج بتاعك بالزال الله يخليك تسلم حاضر حاضر هنعمل كل الحاجات الحلوة اتعبي اتعبي بعد ماكفل معاكي قولي لي عملتي الرز اللي عملتي ده ازاي ده انما حضرتوش انا حاضر عناية حاضر ماشي تسلم تسلم اشيك شكرا 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 بصوا قطعت بقى شوية ستريفس كده وهبدأ بقى ايه احطهم فوق الوش كده فوق ال اهو لا كانوا خمستاشر ربع كيلو عملوا خمستاشر ستريفس ايه لا اعد بقى في الفاصل انت